اشتركوا في القناة وغيرهم انتقلنا الى التابعين ورأينا عروة ابن الزبير ونأخذ اليوم سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب او المسيب ابن حزن القراشي المخزومي كان اماما عالما وكان يكن بابي محمد كان اسم نطلق عليه كونيا ابو محمد سعيد ابن المسيب او المسيب كان اهل المدينة يقولون ابن المسيب لان اباه اسر في معركة ثم اطلقوه من الاسر فسمي مسيبا لكن هو كان يرى انه كان يكثر من اعتاق العبيد فهو مسيب وكان وكان مما اثر عنه سيب الله من سيبني يعني من قال المسيب ولكن العلماء يذكرون هكذا ان اهل الحجاز يقولون المسيب واهل العراق يقولون المسيب على مراضي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضه ولد سعيد وسعيد بن المسيب اسم لابد ان تحفظوه وان ترددوه لانه كان اماما كبيرا وكان اساسا من اسس الفقه الاسلامي بعد مضي سنتين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب يعني في حدود سنة خمستاشر هجريا كانت امه هي نسيبة بنت عثمان ابن حكيم ابن امية فهو من بني امان وكان والده المسيب ابن حزن كان صحابيا نسيب وكذلك كان جده حزن صحابيا روية امر بطيف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله سأل حزنا هذا فقال ما اسمك قال حزن قال بل انت سهل كان سيدنا رسول الله يغير الاسماء الى الاسماء التي تفيد التفاؤل الحزون فيها شدة وفيها صعوبة وفيها نوع من انواع الكآب او الاكتئاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السهولة والديونة فقال حزن يا رسول الله اسم سماني به ابوايا وعرفت به في الناس يعني مش عايزي يسيب حزن فرحان اوي بحزن فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عرشد الناس الى تغيير اسماءهم هناك من كان ذلك على سبيل النصيحة الارشاد وليس على سبيل الالزام فحتى هذا لما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك في فروض الدين بل كان في التفاؤل تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا سعيد ابن المسيب ابن حزن قال فما زلنا نعرف بالحزونة ونعرف الحزونة فينا اهل بيت حزن يعني احنا شعريين من جوانا ان فينا صعوبة فينا شدة فينا اكتئاب فينا حزين مش مش فرحان مش منبسط وهكذا اذا يبدو ان الاسماء لها اثر في اصحابها وهذا نوع من انواع العلاقة بين التربية وعلم النفس وكذا الى اخره وايضا يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم واننا نسارع ولابد علينا ان نسارع في طاعته اذا لما ولد سنة خمستاشر سنتين فاتوا من خلافة عمر فهو رأى عمر رأاه وهو صغير كده عنده تمان سنين تسع سنين وسمع عثمان ايضا سمع علي كان كبر بقى سمع زيد بن ثابت وابا موسى الاشعالي وسمع سعد بن ابي وقاص سمع السيدة عائشة سمع ابو هريرة كثيرا وابن عباس لان دول تأخروا في الوفاة كذلك سمع ام سلمة رضي الله تعالى عنه ام سلمة فروا عن هؤلاء ورواياته موجودة في الصحيحة في البخاري وفي مسلم وعن حسان ابن ثابت وصفوان ابن امية ومعمر ابن عبد الله وعن معاوية ايضا ومع ام سلمة كما قلنا هذا موجود في صحيح مسلم وروايته عن جبير ابن مطعم موجودة في البخاري اذا كان سعيد ابن المسيب صاحب مكانة علمية سأل رجل القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد ده برضو فقيه كبير من الفقهاء السبعة في المدينة عن شيء فقال اسألت احدا غيري قال نعم غروة وسعيد ابن المسيب فقال اطع ابن المسيب فانه سيدنا وعالمنا هذه لما تأتي من شخص في مكان ومكانة هذا الرجل الكبير الفقيه تكون شهادة كبيرة كانوا يقولون سلوا سعيد ابن المسيب فانه قد جالس الصالحين يعني العلم ليس فقط هو معلومات بل ايضا هو نوع من انواع التربية ونوع من انواع القيم سعيد رضي الله تعالى عنه تزوج ببنت سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه تزوج سعيد ابنة ابي هريرة وكان بذلك ما هو ابو هريرة اصبح حماه كان اعلم الناس بحديث ابي هريرة لانه جلس مع ابي هريرة كثيرا قيل مرة لسعيد ابن المسيب حتى نرى هذه المنظومة المتكاملة من العلم والعبادة والدعوة من الاخلاق من الايمان من الاسلام وقد رأى اقوام من يصلون ويتعبدون يا ابا محمد الا تتعبد مع هؤلاء القوم دل ما شاء الله حمامة المسجد يعني بي صلوا كتير فقال يا ابن اخي انها ليست بعبادة قلت له فما التعبد يا ابا محمد قال التفكر في امر الله والورع عن محارم الله واداء فرائد الله اذا درج المفكر لا يلتفت الى كثرة الاعمال الظاهرة كما يعتمد عليها كثير من الناس ويظمونها انها نهاية المطاف ولذلك ترى ويصلون ويصومون ويفعلون ثم يخونون ليس عندهم وفاء ليس عندهم خلق كريم عندهم قسوة في قلوبهم ولذلك العبادة في مفهوم ابن المسيب كانت لها معنى فكري العبادة لم تكن الا بالتفقف في الدين والتفكر في امر الله سبحانه وتعالى هذا هو مذهب ابن المسيب في العبادة كان ابن المسيب متمسك ولكن ليس بهذه الكثرة قال مرة ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ اربعين سنة كان متمسك بالجماعة وكان متمسك بالمسجد وكل حاجة ابن المسيب عاصر لما كبر شوية الحجاج ابن يوسف الثقفي وطبعا الحجاج كان المنفذ لكلام عبد الملك ابن مروان مرة قيل لسعيد لان الحجاج لم يؤذيه ما شأن الحجاج لا يبعث اليك ولا يهيجك ولا يؤذيك حاجة غريبة وده انت رجل متصدر ومعروف ان انت ضده فكيف يعني فلت منه ازاي فلت فدي برضو درس لنا ولعلماء الامة قال والله لا ادري اهو ربنا صرف عني غير انه صلى ذات يوم مع ابيه صلاة فجعل لا يتم ركوعها ولا سجودها يظهر كان الحجاج صغير وبيصلي مع ابوه فقعدي كاروت في الصلاة فاخذت كفا من حصباء يعني خذت شوية زلط كده فحصبته بها ضربوا بها علشان يتم ركوع قال الحجاج فما زلت بعد ذلك احسن الصلاة الحجاج الجبار ده كان عنده شيء من الرحمة كان ملتفتا لفعل الله في الكون كان ملتفتا للعبادة ولمعنى هذي دول ظلمت عهدهم فنسأل الله ان يقينا ظلمة عصرنا الذين لا ينفع معهم كلام ولا تنفع معهم موعظة ابن المساب هو صغير ضرب الحجاج فالحجاج لأ ان الضربة دي بتنبه لاقامة الصلاة فاستقامت صلاته ولما استقامت صلاته يعني حصل له حال وحصل له اعزاز لذلك الذي ارشده وامره بالمعروف ونهى عن المنكر وجعله يحافظ للصلاة ولذلك لما كبر شلها لسعيد ولم يؤذيه سعيد بن المساب كان عنده بنت وطلبها منه عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد قال له نعيز يعني الناس كابر القوم في المدينة سعيد بن المساب احد الفقهاء السبع الكبار اللي هنعمل لهم حلقة مفردة ونتكلم عنهم كلهم مع بعض السبع مع بعض منهم سعيد بن المساب ومنهم القاسم ومنهم غيره فبعت فبعت وقال له نعيز نعيز أجوز بنتك لابني أو جوز بنتك لابني قال له أبدا ما جوزهاش للوليد ده مشهور بالفسق ده الوليد مرة ده ابن عبد الملك أطع المصحف وكان سبب تقطيعه للمصحف ده كان سببا لهلاكه فأخزه وضربه مئة صوت في يوم بارد وهو لا يفعل ذلك أبدا وزوج سعيد ابنته على درهمين من ابن أخيه ولم يعطيها لأولاد الملوك إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة